الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أبنائي وبناتي الطلاب في مادة مبادئ القانون وبين يدينا درسنا في هذا اليوم بعنوان خصائص الشخص الطبيعي وسنتكلم عن الخصيص الرابعة وهي الذمة المالية سنتكلم عن ماذا؟ عن الذمة المالية وقبل الشروع في الدرس كما تعودنا نراجع نوعنا وإياكم ما ذكرنا في الدروس السابقة ومن ذلك مما ذكرنا الخصيصة الثالثة وهي الموطن وهي ماذا؟ الموطن وقد تعرفنا على هذه الخصيصة وهي من خصائص الشخص الطبيعي جانب ماذا؟ الموطن ونقصد بالموطن أين موطن هذا الشخص أين يسكن وبينا ووضحنا أنها على نوعين وسنبينه فيما ذكرنا في الدروس السابقة أنواع الموطن فإذا من خصائص الشخص الطبيعي من الناحية القانونية ما هو؟ الموطن فيما ذكرنا أن الموطن يقصد به المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة فإذا ينظر إلى مكان هذا الشخص أين يسكن عادة أين هو؟ أين يسكن عادة فتجد أن له مكان في غالب حاله أنه يسكن فيه فهذا هو المقصود فتجد أنه في الغالب له مكان يقصد فيه ويسكن فيه فتجد أن هذا الشخص له مكان محدد فإذا هذا الجانب الأول والسبب لماذا لابد أن نعرف مكان هذا الشخص السبب يعود إلى يمكن مخاطبة الشخص بأمور قانونية فإذا عرفنا مكانه استطعنا أن نصل إليه ونبين له ما له من حقوق وما عليه من التزامات فإذا هذه الفائدة فائدة من خصائص الشخص الطبيعي جانب الموطن فائدته أن نستطيع أن نخاطبه في حال أن له حقوق أو عليه التزامات هذا من الناحية القانونية تجد أنه موجودا على الدوام حتى لو تغيب عنه بصفة مؤقتة أي غاب عن هذا المكان المعتاد بصفة مؤقتة فإننا سنحدد أن مكانه ذاك المكان الذي يسكن فيه عادة ولنقل مثلا أن هذا الشخص يسكن في الرياض في حي الفلاني فإننا سنجد أن هذا الحي الذي يسكن فيه في الرياض هذا الذي يسكن فيه عادة يوجد له منزل فيسكن فيه فإنه هذا مكانه ثم بعد فترة أثناء وجوده انتقل إلى مثلا مدينة جدة وجلس فيها فترة لكنه في غالب أحواله أنه يسكن في الرياض فتجد أنه مثلا يذهب في وقت من أوقات الفصول الأربعة ينتقل إلى جدة مثلا أو يكون له بعض الأعمال في جدة فإننا سنحدد مكانه عادة أين هو أحسنتم سنقول أنه يسكن في الرياض إذن هذا هو موطنه وهذا هو سكنه عادة فإذن الموطن هو المكان الذي يسكن فيه عادة الذي يسكن فيه يقيم فيه عادة ماذا نصت أو نص النظام المعاملات المدنية انظر وتأمل هذا النص وهي نص نظام المعاملات المدنية على أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إذن نلاحظ أن المنظم حدد وبيّن أن المقصود بالمكان هو الذي يقيم فيه عادة فهذا الأمر لما حدده المنظم علمنا عند ذلك أنه عند تغيبه عن المكان فترات فإننا سنحدد أن المكان الذي يقيم فيه هو المكان الذي يقيم فيه عادة فهذا ما بيّنه المنظم ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن هذا أيضا قد جوّز المنظم هذا الأمر أنه يكون له أكثر من موطن ربما موطنان أو ثلاث مواطن وغير ذلك أي عدة أماكن وإذا لم يكن له مكان يقيم فيه عادة عند محل وجوده موطنا له ما الأمر الذي سنحدده كيف سنحدد مكانه فإن لم يكن معلوما ففي آخر محل وجد فيه ولنقول مثلا أنه كثير الترحال كثير التنقل فإنه لا يوجد له مكان يقيم فيه سواء من منزل إيجار أو شراء بيت فإنه ليس له موطن حدده فإننا سنحدد أن الموطن الذي يكون فيه هو الموطن في آخر محل وجد فيه في آخر محل وجد فيه فإذا هي على مراتب المرتبة الأولى ما يقيم فيه عادة هذا الموطن الأول الموطن الثاني ما هو هو أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أكثر من موطن فإذن أيضا سنبين له ونرسل له في هذه المواطن الذي يسكن فيه الأمر الآخر وإذا لم يكن له مكان يقيم فيه عادة عند عدة محل وجوده موطنا له عدة محل وجوده موطنا له هذه المرتبة الثالثة المرتبة الأخيرة إذا لم يكن له مكانا معلوما ففي آخر محل وجد فيه ففي آخر محل وجد فيه هذا هو جانب وبينا جانب الموطن بينا جانب الموطن وحدد المنظم كذلك ما المقصود بالموطن أيضا من الأمور في جانب الموطن ولتحديد الموطن أهمية بالغة هنا سؤال قد يسأل سائل يقول ما أهمية تحديد موطن الشخص ما أهمية تحديد موطن الشخص من الناحي القانونية ما أهمية تحديد موطن الشخص من الناحي القانونية الجواب أحسنتم بأن نقول لكونه المكان الذي توجه فيه المطالبات القضائية للشخص توجه فيه المطالبات القضائية للشخص فإن الشخص عندما يكون مدعى عليه هذا الشخص الذي يسكن في أحد المناطق فإن المدعي لا بد أن يحدد ويبين للجهة القضائية أين يسكن هذا الشخص فإذا بيّن لهم مثلا موطنه إن كان يعلم أو ربما يستطيع أنه يستعين بالجهة المعنية فيبين لهم يبينون له أين هو أين يسكن هذا الشخص فإذن هذا من الجوانب المهمة من الناحية القانونية إذن لماذا يحدد الموطن لهذا الشخص؟ ما الجواب؟ ما أهمية معرفتنا لموطن هذا الشخص؟ الجواب بأن نقول لكونها المكان الذي توجه فيه المطالبات القضائية للشخص وهو المكان الذي تحدد على أساسه ماذا؟ المحكمة المختصة مكانا بالدعوة القضائية والقانون الواجب التطبيق فإذن حتى من الناحية القانونية فإن في غالب الحال أن المكان الذي تكون فيه الدعوة هي مكان المدعى عليه في مكان المدعى عليه هذا الجانب الأول الجانب الآخر ربما يكون إن إبرام العقد بين الطرفين فإنه قد حدد الجهة القضائية التي تكون جهة التقاضي بينهما فلربما يكون أحدهما أجنبي في غير المملكة العربية السعودية فربما يحدد أن الجهة القضائية التي تقضي بينهما هي في دولة أخرى في دولة أخرى فإذن لأهمية المكان أهمية بالغة جدا ومن ذلك أيضا تحديد موطن أو القانون الواجب التطبيق فلربما يكون الواجب التطبيق في القانون ليس في القانون السعودي وإنما في قانون آخر فإذن هذه أهمية تحديد ماذا؟ الموطن هذه أهمية تحديد الموطن وكذلك هو المكان الذي يحدد على أساسه مكان الوفاء بالديون كذلك يحدد فيه أساس مكان الوفاء بالديون فإذن هذه الجوانب تحدد لنا جانب أهمية ماذا؟ أهمية موطن الشخص من الناحية القانونية أهمية مكان الشخص من الناحية القانونية للموطنين نوعان أساسيا هما النوع الأول ما هو؟ الموطن العام الموطن العام هذا الموطن العام ماذا يقصد به؟ من يبين لنا ما المقصود بالموطن العام؟ إذن عندنا في جانب الموطن نوعان نوع الأول الموطن العام الموطن العام يقصد به كما هو وضع عندكم في الكتاب الموطن الذي يعتد به لكافة الشؤون القانونية للإنسان وهو محل إقامته وهو محل إقامته فهذا نجده في الجانب الشخص ذاته في جانب الشخص ذاته فربما يكون عنده مثلا إرث أو ربما يكون عليه ديون ولشخصه وليس لربما يكون عنده مؤسسة أو شركة وإنما لشخصه فإننا سنحدد موطنه العام سنحدد موطنه العام لأجل أن نخاطبه لأجل أن نخاطب هذا الشخص لا بد أن يحدد لنا ما موطنه أين يسكن في محل إقامته ليس محل إقامة شركة هذا الشخص ولا محل إقامة مؤسسة هذا الشخص وإنما المقصود هو الموطن الذي يعتد به لكافة الشؤون القانوني للإنسان وهم حل إقامته فهذا يقصد به الموطن العام هنا سنبين في هذه المعلومة الإثرائية فيما بينا في الدروس السابقة المعلومة الإثرائية هنا العنوان الوطني ماذا يقصد به هو نظام عنوانه دقيق وهذا له أهمية بالغة في جانب تحديد موطن الشخص هذا العنوان الوطني له أهمية بالغة في تحديد مكان الشخص وموطنه أين يسكن فعندما يتقاضى الشخص فإنه يستطيع أن يحدد موطن هذا الشخص عن طريق العنوان الوطني أيضا تجد أن هناك عدة جهات أخرى غير الجهة القضائية تهتم بهذا الجانب ومن ذلك البنوك وغيرها من الجهات المعنية كذلك الجوازات وغيرها من الجهات فإذن له أهمية كبرى في جانب العنوان الوطني وهو نظام عنوان الدقيق تجد أنه يحدد رقم الشارع أو كان اسم الشارع وكذلك الموطن وربما يحدد إذا كانت أمارة فيحدد رقم الشقة وغير ذلك أيضا يؤهلك للحصول على مستوى أعلى من الخدمات الحكومية والتجارية لذا من مسؤولية كل فرد وكل جهة ماذا يصنع القيام بالتسجيل في العنوان الوطني وأيضا هناك أمر كذلك مهم أن يلتزم الشخص بإدخال بيانات ماذا صحيحة لماذا تفاديا للمساءلات القانونية فلابد أن يحدد الموطن الصحيح لأن هناك أمور لها آثار وتبعات فلربما إذا سجلت عنوان وطني آخر أو رقم أخرى وكانت خاطئة فيحصل هناك أمور قد تكون لا تعمد عقباها فلربما يكون الإنسان يخاطب من الجهة القضائية على أن عنوانه رقم كذا وتحديد كذا ويحدد المكان والشارع فتأتيه هذه المعاملة وأيضا الدعوة وهو يسكن في مكان آخر والذي أخطى في هذا الجانب هو نفس الشخص لأنه قد ذكر بيانات خاطئة ذكر بيانات خاطئة فإذن له أهمية كبرى في تحديد العنوان الوطني وتبيين البيانات الصحيحة للجهة المعنية الموطن الخاص بعد أن بينا الموطن العام الآن سنبين ما المقصود بالموطن الخاص موطن الخاص يختلف عن الموطن العام الموطن الخاص هو المكان الذي يعتد به بالنسبة لبعض الأعمال ونشاطات الشخص فقط إذن المكان الذي يعتد به بالنسبة لبعض الأعمال ونشاطات الشخص فقط فإذن هذه أعمال الشخص عنده شركة وأيضا له موطن عام هذا الشخص موطنه العام مثلا في الرياض في الحي الفلاني موطنه في شركته ربما في نفس المدينة لكنها في حي آخر فإذن هنا كيف تخاطب الجهات القضائية؟ تخاطبه على حسب القضية فلربما يخاطب بصفته الشخصية وربما يخاطب بصفته رائد أعمال أو صاحب شركة فتختلف الأحوال فإذا خوطب باعتباره رائد أعمال أو صاحب شركة فإنه يخاطب في مكانه الذي يتعامل فيه في بعض الأعمال والنشاطات الشخصية في هذه الجهة وهو ما يعرف بموطن ماذا؟ الأعمال فإذا هذا ما يسمى وهو موطن الأعمال فيكون للشخص بجانب الموطن العام إذن هو متلازم تجد هناك موطن عام وموطن خاص والموطن الخاص وموطن الأعمال الذي يتعلق بكافة أوجه نشاطه موطن خاص يتعلق بنشاط معين من جملة أنشطته على وجه التحديد مثال ذلك هنا مثال مهم تحديد مكتب المحامي الخاص به لاستلام الإشعارات الخاصة بأعماله هنا له مكتب خاص به فإنه يخاطب باعتباره صاحب هذا النشاط وأيضا ربما يخاطب باعتباره شخصا فله ورث مثلا أو إرث فإنه يخاطب باعتبار موطنه العام فيفرق بين الأمرين فالموطن الخاص للتاجر هو موطن الخاص الذي يزاول فيه الأعمال التجارية فيخاطب فيما يخص نشاطه في موطنه الخاص ولا يعتد بهذا الموطن إلا بالنسبة لشؤون التجارة إلا بالنسبة لشؤون التجارة فإذا خاطب بشأن التجارة فإنه يخاطب في موطنه الخاص وهو موطن العام إذا خاطب باعتبار شخصه من التزامات أو حقوق عليه وهذه الحقوق والالتزامات باعتبار شخصه فإنه يخاطب في موطنه العام بينما الشؤون الأخرى يعتد بموطن العام الذي يحدد مكان إقامته المعتادة والدائمة فإذا يفرق بين الأمرين إذا كانت في أمور التجارية فإنه يخاطب باعتبار موطن أعماله وموطنه الخاص بينما غير ذلك من الأمور الأخرى فإنه يخاطب باعتبار موطنه العام في هذا النشاط الإثرائي ناقشه أو دون بالتعاون مع مجموعتك وقم بتصفح ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة والعمل الواردة في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري ثم أكمل الفراغات فيما يأتي الأمر الأول يكون محل الإقامة عنوانا لكل من الشخص ذي الصفة كذا أو الشخص ذي الصفة كذا أو المؤسسة الفردية أو الجهة العامة أو غيرها ما لم يختر عنوانا لمحل كذا أو الفراغ الثاني لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها ويعد محل كذا بحسب الأحوال الذي عدته مؤسسة كذا عنوانا معتبدا تترتب عليه جميع ما الفراغ ما جوابه تتولى مؤسسة فراغ توفير بيانات العنوان وصيانتها وتحديثها فأريد منك أن تكمل هذه الفراغات من خلال التعاون مع مجموعتك هذا فيما يخص في دروسنا السابقة في جانبي الموطن وفي درسنا الحالي سنبين ونناقش خصائص الشخص الطبيعي في جانب الذمة المالية فماذا سنتعلم وماذا سنأخذ يتوقع منك خطالة وخطالة في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن توضح المقصود بالذمة المالية وأيضا تبين عناصر الذمة المالية في هذا التمهيد نتعرف في هذا الدرس على الخاصية الرابعة من خصائص الشخص الطبيعي من الناحي القانونية ما هي الذمة المالية الذمة المالية الذمة المالية هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن وعاء عن وعاء يتضمن مجموع مال الشخص من حقوق وما عليه من ماذا؟ من التزامات حالية أو مستقبلية ذات طابع مالي ذات طابع مالي فإذا تجد أن هذا الشخص كيف تبدأ عنده الذمة المالية من حين ولادته كما وضحنا في الدرس السابقة فإن تبدأ عنده جانب الذمة المالية أو ربما يكون أثناء في بعض الأحوال يكون أثناء كونه جنينا فلربما تكون أيضا تبدأ الذمة المالية في حال وفاة والده فإن له حقوق في ذلك الإرث ويستحقه في حال ولادته في حال ولادته فإذا هذه تبدأ هنا الذمة المالية لهذا الشخص هذا الشخص عندما تبدأ به الذمة المالية كذلك تنتهي متى تنتهي الذمة المالية؟ تنتهي بوفاته تنتهي بوفاته فهذه الذمة المالية هي ذات طابع فقط مالي ذات طابع ماذا؟ مالي هذه الذمة المالية إما أن تكون حقوقا للشخص أو تكون عليه ماذا؟ التزامات إما تكون حقوق للشخص أو عليه ماذا؟ التزامات هذه الحقوق بينا في الدروس السابقة متى يستحق هذه الحقوق هي عبارة عن وعاء هذه الذمة المالية يتضمن مجموع مال الشخصي من حقوق وما عليه من التزامات سواء حالية أو مستقبلية ذات طابع مالي هذه الحقوق وهذه التزامات فلنقل مثلا عنده التزامات ولنقل مثلا خمسون ألف ريال هذه التزامات التي عليه من أين تأخذ أو تسترد أو يسدد هذا الدين تأخذ من هذه الحقوق التي له فلنقل مثلا أن في رصيده مئة ألف وغير ذلك هذا المال فإنه يأخذ من هذا الوعاء فيسدد هذا الدين الذي عليه فإذا هناك حقوق وهناك ماذا التزامات وهناك جانب إيجابي وهناك جانب سلبي الإيجابي ما هو الحقوق والسلبي ما هو هذه الالتزامات للذمة المالية عنصران أهما ماذا؟ عنصر إيجابي يتمثل في ماذا؟ في الحقوق المالية التي يكتسب للشخص أين كان نوعها وسواء كانت حالية أم مستقبلية هذه جانب الحقوق ربما يكون عنده حقوق يستحقها متى؟ بعد فترة من الزمن فأيضا تكون هذه الحقوق ربما مستقبلية ليست حالة أيضا هذه الالتزامات تكون في جانب العنصر السلبي فإذا يفرق بين العنصر الإيجابي والعنصر السلبي أن العنصر الإيجابي حقوق أما الجانب الالتزامي ما هي التزامات مالية التي يتحمل للشخص أين كان نوعها وسواء كانت حالية أم مستقبلية كذلك نقول أن هناك بعض الالتزامات حالية وبعضها مستقبلية وتكون الالتزامات على الشخص فالأشخاص هم وحدهم الذين يكتسبون الحقوق المالية ويتحمل الالتزامات ومن هذا يتضح أن لكل شخص طبيعي ذمة مالية بغض النظر عن محتواها من الحقوق والتزامات فهو قادر على ماذا؟ على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات بوجه عام بينا قبل قليل ما المقصود بالذمة المالية وبينا أنها إبارة عن وعاء يتضمن مجموع مال الشخصي من حقوق وما عليهم الالتزامات حالية ومستقبلية ذات طابع مالي كذلك بينا ما هي عناصر الذمة المالية هما عنصران العنصر الأول وهي العنصر الإيجابي ويتمثل في الحقوق المالية العنصر السلبي يتمثل في ماذا؟ في الالتزامات المالية هذه الحقوق المالية يكتسبها الشخص أي أن كان نوعها وسواء كانت حالية أم مستقبلية الالتزامات المالية تعمل الشخص أي أن كان نوعها سواء كانت حالية أم مستقبلية ثم بينا أن هذه الالتزامات على الأشخاص فالأشخاص هم وحدهم الذين يكتسبون الحقوق المالية وتحملون هذه الالتزامات وبينا أن لكل شخص طبيعي ذمة مالية بغض النظر عن محتوىها من الحقوق والالتزامات فهو قادر على اكتساب الحقوق وتعمل الالتزامات في وجه عام وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يلهمنا رشتنا وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين